لليوم الثاني استمر الإدعاء في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري في تقديم مرافعته مشيرا إلى أن التحقيق توصل إلى خمس شبكات سرية رمزت بألوان لتحديد وظيفتها في العملية البداية كانت من حسين عنيسي حيث ركز الإدعاء على تحديد الخطوط العائدة له والمدى الجغرافي لحركة هذه الخطوط لكن الدفاع كان قد شكك بها مشيرا إلى أنها لم تكتشف إلا عام 2008 فقال ممثل الإدعاء إن هذا لا مغزى قانوني له حسين حسن عنيسي استخدم الهاتف الأرجواني 095 طوال سنتين بدأ ذلك من التاسع من كانون الثاني عنار 2003 وحتى 16 من شباط فبراير 2005 وهي فترة الاستخدامة الأخيرة الأرجواني 095 كان على اتصال متكرر بشخص كان لدي حساب مصرفي مشترك مع السيد عنيسي هذا يربط إذن الهاتف مجددا بالسيد عنيسي وكان على اتصال متكرر أيضا بأحد مزودي الخدمات للرسائل النصية دور كبير في التعرف على الخطوط العائدة لأسد صبرا إضافة إلى مهمة الخطوط والتنسيق فيما بينها وبحسب الادعاء فإن اتلاف الخطوط جاء مباشرة بعد يوم من الغيال ما يعزز الاتهام ما من شهود تذكروا أو استطاعوا تأكيد أن السيد صبرا كان مستخدم الأجواني 018 الادعاء أشار إلى أن المتهم الثالث حسن مرعي اتصل ببدلدين وبشخص آخر بقي سريا أكثر من مرة فضلا عن إقفال خطوطه أكثر من مرة وهو ما قال عنه الادعاء أنه تزامن عام 2004 مع الاعداد لخطف أبو عدس والادعاء زورا أنه منفذ العملية لكن القاضي لتياري شكك في هذا القول معتبرا أنه يفتقد إلى المنطق أو إلى دليل كاف وكان السيد مرعي مستخدم الهدف الأجواني 231 من على الأقل 19 من كان الأول ديسمبر 2002 حتى 15 من شباط فبراير 2005 الادعاء حول ضد إثبات الدفاع أن عياش كان في الحج معتبرا أن حركة اتصالاته ارتفعت وأن سفره كان في 2004 وليس عام 2005 دلة مقدمة للغرفة تدل على أن السيد عياش كان مستخدم الهواتف الخمسة المنتمية إلى شبكات فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ الاعتداء إذن يبدو أن هناك تعارض في هذه المفاهيم ومن ناحية غرفة الاستئناف تقول أن غرفة الدرجة الأولى عليها أن تطبق القانون اللبناني لأنها أكثر ملآمة المتهم ولكن من ناحية غرفة من ناحية ثانية عفوا أن تقول الغرفة أنه إن كان هناك أي تباين في القوانين اللبنانية يجب تطبيق القانون الدولي إذن في حال لم تقتنع الغرفة بدون شك معقول أن السادة عونيسي وصبرة كان مشاركين في عملية التعرف على أحمد أبو عدس واختطافه شارك في ظروف اختفائه في كانون الثاني يناير من العام 2017 كما يقول المتحدث وحتى لو اقتنعت الغرفة من دون شك معقول أنهما بالفعل كان يستخدمان هواتهما الجوال في كانون الثاني يناير 2005 كيف يمكن التأكيد على علمهما ومعرفتهما بأن الحريري كان هو الهدف من هذه الجريمة لا يزال الإدعاء إذن في مرحلة إثبات أن هذه الخطوط هي الخطوط الشخصية للمتهمين الأربعة ولم يدخل بعد في تفاصيل الشبكة الحمراء التي استخدمت لتنفيذ العملية وهو بالتالي يحاول الرابط بين الشبكتين من خلال حركة الاتصالات والمدى الجغرافي الواحد من لهاي رامز القاضي قناة الجديد